حلو جدا 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 ماشاء الله حالتك دلوقتي يا دلو ايه هي حالتك يا دلو شكلك يا ام بخلك فلوس هتدخل او دخلت خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه اتدت تنور اتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقتي كمان عندك عطاء الكارت ده كمان اما ان هو تخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويس ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمال تدي 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 حد محتل بتديله حمدك كرم زاي دلوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك دلوقتي حالا شكل الشهر عندك في احتفالات هو شهر احتفالات فعلا بنحتفل بسنة جديدة لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل في خطوبة وفي اتمام راسم خطوبة او زواج كمان فهو في فرح في احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر منور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك في اجازة في فسحة في سفرية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبال رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا في حاجة انت مزبزب فيها مش عارف اختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال او انت في حالة تقلب او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طلع نزلاء اما انه انت الفئوس اللي بتجيلك بتروح على طول بتتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح او فانت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لقطعت شوية فيه حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يتلو بإذن الله الفلوس اللي حديلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملحاش معنى او ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعق هدفها النهاردة انها تهد البيت فيه ناس تلعق هدفها النهاردة كان هدفها غير طبيعي الصراحة طيب ايه العقبات اللي مقبلك الشهر ده تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيوقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارف تتعامل مع الزي نصيحتي لك تعامل معي بجرأة بص هو ايه اللي بيحصل هنا الثين بتاع الكارت ده المود مفروض ان حاجة بتمود او حاجة بتتغير وحاجة مفاجئة وجاية غصبة عنك انت مش متوقعة زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحقي الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والوحل بيجعبش صار فيه اعمل ايه بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض ان هو السيس يعني او احنا بالنسبة لنا بقى حيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيواجهه عادي جدا واجه واجه التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالع بعدها فواجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده دلو ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش عيدها دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها الشهر ده واضح ان الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشجور اللي فاتت وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة او كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته مادية واضح ان هيته ده تتحسن بالفعل او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان شاء الله هيحصل هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقيت تهتم بيه مش بس مهتم بشغلك وهبقيت هامله لأ بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية اوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة اوي تجنب الخطوات الكبيرة اوي اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية اللي مش عارفة ايه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت تعمل خطة للمستقبل او للمستقبل بعيد بالشكل ده وممكن يكون كمان السفر تفادى السفر الوقت ده 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 ليه متخافوش من حاجة يعني يمكن على الاقل تقدير يعني ان انا تكتوا مش هتبقى مرضية لك اوي اللي عنده سفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة ايه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشعر شوية يعني مش عايز اقول بخل عايز اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان دي نمسك اديك شوية يا جلو انت طالع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ركز اعمل خطة للصرف خطة خطة محترمة كده مش لحاجه علشان تحس يعني توصل الهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان وعلشان تبتدي تحس بالحادات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبان تأثيرها طول ما انت كل اللي بيجيلك بتصرفه مش هتحس بالتحسن او مش هتحس بالتطور هتلاقي الدعم فين انا بالنسبالي اي ايد نزلة من السماء دي ايد ربنا الدعم هتلاقي عند ربنا دلوقتي من ناحية ده عايز مشاعر جديدة او رزق جديد يعني اللي محتاج تعمله انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى انت مفيش حاجه في ايدك تعملها غير انك انت تدعي ده اللي هتلاقي فيه الدعم حاول تدعي حاول تسأل تسأل تطلب من ربنا اي حاجة بقى انت عايزها لو كان بيبقى رزق جديد لو كانت مشاعر جديدة ده اللي هتلاقي فيه الدعم ربنا بس هو هو اللي هيستجيب دلوقتي مش لو مثلا المشكلة هو وقع بينك وبين شريك يعني حاول ان انت متشوفش حلول معاه على قد ما انت تبتدي تتجه لربنا تطلب منه المساعدة اروح امشي ازاي اروح فين اقرب ولا بعد فدعمك هتلاقي من ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي البعيد يقرب نصيحة الكارت قلعلك العربة امسك القيادة يا تلو انت بطبعتك عندك صفات القائد امسك الزمام الامور وانت اللي بتدي حركها زي ما احنا وصفنا الكارت ده قبل كده ده واحد راكب العربة هو واقف مش قاعد يعني ده مش وقت قعاد ده وقت اكشن ابتدي اخد اكشن وامسك زمام الامور واي حاجة اي حاجة تشتت انتباهك دول مفروض دول الاسود اللي بتقود العربة كل واحد ينبصص في الدجاه بمعنى انها تدي لك حاجات في الطريق تحاول تشتت انتباهك وتاخدك في الطريق تاني انت تمسك زمام الامور تاني وتمشي على الخط اللي انت رسمه لنفسك لازم تقود المرحلة دي يا دلو وحركتك تكون اسرع واتخاذك للقرارات يكون اسرع انت قراراتك على فكرة تاخدها بصعوبة يا دلو وده عن انت بربع يعني جزي دلو زي ما انتو عارفين بياخد قراراته فعلا بصعوبة بيبقى عنده تردد شريط جدا واضح ان الوقت ده مش وقت تردد لازم تبتدي تاخد قرارات بشكل اسرع لو هي حتى قرارات تخص العطفة لازم تبتدي تاخدها بشكل اسرع من كده واضح انك طولت كتير والطرف التاني خلاص ما بقاش عنده صبر لازم تبتدي ان انت تاخد خطوات سريعة شوية طيب تعالوا من خاص القرية بسرعة الدل اما دلوقتي في مرحلة تطور في الحالة المادية او في طريقه بتطور في المادة او هو في المرحلة عنده عطاق كتير قوي وعمال يدي كتير جدا شكل الشهر عنده في احتفالات وده شيء متوقع لان ده شهر خلاص بالاحتفال بالسنة الجديدة بس هو كمان بيشير الى ارتباط واتمام مراسم خطوبة او مراسم جواز او اجازة فيها سفر ان شاء الله وفيها يعني فوسحة حلوة جدا وكانت ايجابي قوي قوي هدفك الشهر ده انك انت تعمل عملية اتزام في حالتك المادية لان كل اللي بيجيلك بيروح بتصرفه فحالتك المادية مش متزنة فانت محتاج انك انت الهدف بتاعك اللي انت حطه انا عايز ازبط الميزانية الخاربانة ده يعني ده اللي انت مركز فيه الشهر ده العواقب العقبات اللي هتلاقيه قدامك الشهر ده تغيير مفاجئ انت مكنتش عامل حسابك عليه هيفجأك وهيخوفك شوية لكن مش عايزك تخاف واجه التغيير ده بشجاعة متخافش مني اكتر حاجة حتنجزها الشهر ده انك حتمشي العطفة والعقل مع بعض حيمشوا مع بعض في نفس الاتجاه يعني مش هتبقى كافة الشغل والعمل غلبة على العطفة زي الشهر اللي فاتت حيبقى الاتنين ماشيين مع بعض يعني بالنسبة كويسة جدا برافو عليك يا دل حاول انك انت تكفادة اما الصفر او انك تعمل خطط مستقبلية قوي لمستقبل بعيد لا حاول تماشي الدنيا واحدة واحدة خطوة خطوة بلاش تعمل خطوات لها بعيدة المدى او تعمل خطط بعيدة المدى امشي بس الفترة دي step by step حاول كمان تعطنق الحرص الحرص في الصرف اووضح انه هو صرف مش اي حاجة تانية لم ايدك شوية يعني بغض النظر يعني بقى في ناس بقى هتقولي لا مش من كتر الفلوس لا هي على حسب بقى النسبة والتناسب انت نسبة مثلا بيديلك الف جنيه بتبعزة منها نسبة لا بقى سابقها في كلام فاضي تاهم قصدي وفيه حد بيجي له تسعة مليون جنيه وبيعمل نفس الشيء فايا كان فيه حالة من irrational spending يعني بتصرف حاجات انت ممكن تكون مش محتاجها او ممكن تستغنع عنها ركز في صرفك هنلاقي الدعم فين مين اللي هيدينا البوش ربنا سبحانه وتعالى الصلاة الناس اللي مش مركزة في الصلاة قوي او مش بتصلي كفاية ابتدوا ارجعوا انتظوا مفصالاتكو تاني ودعوا ربنا وطلبوا كل اللي انتوا عايزينه هنا هتلاقوا الدعم يا دل هنا عند ربنا النصيحة بتاعة الشهر انت اللي تقود يا دل وما تخليش الدنيا هيا اللي تقودك يعني فيه كهود بيقولك دلوقتي العجلة بتدور لوحدها انت ارفع ايدك واستنى لا هنا انت اللي لازم تمسك القيادة وانت اللي لازم تتحرك ولو انت على وشك ان انت تاخد قرار لازم تحاول تاخده بسرعة واي حاجة هتشتت انتباهك ارفضها وركز في الهدف اللي انت رايحينه رايحل ودي الدنيا دل جميلة 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 تعالوا نشوف بقى ايه الحلو العطفية اخايا اوكي اداله عايز ايه؟ اداله يعني واضح ان هو في حاجة عنده بايزة في العلاقة حاجة يعني مش واخد حقه زعلان من حاجة اتهزم في حاجة بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجة انه هو ايه؟ ما تحزمش هو بيحاول يبين ان هو ما تحزمش ان هو ما تكسرش نفسه في ايه؟ عايز يدي في العلاقة اكتر اداله زي ما احنا شفنا حتى في قراته العامة بده يركز في العاطفة اوي بده يركز مع شريكه اوي بده يهتم بيه بده يعوضه حاجة حلوة جدا فداله شايف ان يعني ان العلاقة حلوة ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلو قوي قوي الداله شايف شريكه ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير اه طعنات كتير 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 مش عارفة ازا كان الطعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم وان هو زي ما تقوله اه اتغضر به كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بره لكن الدلو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدلو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ان هو حطل نفسه هذا ورايح له بسرعة بياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسة ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني فنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجة بس الدلو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جري بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويض فعلا نفسه في تعويض الشريك شايف ان هو قدد دلو كتير قوي او 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 يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى بتعويض انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى ان هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدلو ازاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاقه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال بيططب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ما شاء الله الطاقة الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب وجواها سمكة السمكة دي عطاء واما رمز رمز للخير يعني مقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لا واضح ان الدلو تعلم درسه تعلم كويس وعرف امتك واناوي يصلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت رايح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى هتعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة قوي بصوا بقى في بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد في حاجة جديدة حاجة انتم مش متعودين عليها الدلو فعلا انت ده يركز مع الشريك في تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده احنا ده العلاقة مش فاشلة زي ما انا كنت فاكر لا ده فيه صافي بداية جديدة فيه طريق طويل انتوا رايحين وانتوا ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو مولود جديد للناس اللي مستنين موليد الناس اللي لسه ما جاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة والناس اللي مستنين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتوا متجوزين وعندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة very pure عطاء عمالين تدو كله عمال يديه كله عمال يديه يعني اداله بيدي شريكه وشريكه بالتالي بيديله ماشاء الله ويعني انا عايز اقولكو انا معاكو والقراءة فعلا انت بقعد دلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله الحمد لله طيب خلخص القراءة الحمد لله حل وقوي فيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح انه غلط في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبين ان هو مش عايز يعترف ما بيعترفش انت عاكين دلو ما بيعترفش فهو بحاول يبين ان هو تمام ان هو مغلطش في حاجة او الحرب اللي كان داخلها او المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر لهزيمة دي عايز يبتدي يبني في العلاقة لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه ازاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات 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 كتير جدا جدا يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسة ان الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ما شاء الله الشريك عايز ايه كمان عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا او يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدلو فعايز بتدي يحصل بقى عايز هو بقى ياخد شوية وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعاليا ان هو يصلح وابتدى يديه اعتقد ما بينكم ولا احلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكوا داخلنا ومرحلة منطقتها حلوة اوي بسم الله ما شاء الله طاقة البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح اعمالين ترسموا خطوات نحو المستقبل مع بعض اه وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الاراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لا يمشوا خطوة خطوة ان شاء الله طريق طويل وتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة اه فيها اه كلها سلام وكلها اه 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 يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قلنا ممكن يكون مورود جديد اتمام زواج او اتمام خطوبة اه بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا مبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا يهنيكو كل الدل ان شاء الله ويسعد تشارككم اشتركوا في القناة